خلق الكون اللمعة الأولى أن آخر من خلق هو الإنسان فكأن كل الخلق الذي خلقه الله هو تمهيد لهذا العريس كالمرأة التي تريد أن تزوج ولدها كما سبقت الإشارة فهي تهيئ له البيت والعفش والفراش والأثاث قبل أن تزف إليه العروس فالله خلق كل هذا الخلق قبل أن يخلق السيد يهيئ له هذه الأرض مهادا والجبال أوتادا والشمس والنبات والحيوان والمعادن والركاز والأكسجين والهواء والشمس والقمر والليل والنهار والبحار والأنهار وآتاكم من كل ما سألتموه كل شيء كل شيء كل شيء إذن هذا ثم بعد خلق الإنسان أي توج الخلق زيد بتتوجي الخلق الإنسان توج الخلق أي أن نهاية الخلق وأفضل هذه أفضل هي الثانية إذن توج الخلق بخلق الإنسان إذن في المعالة الأولية خلق كل شيء قبل خلق الإنسان لماذا خلق كل شيء قبل الإنسان خلق كل شيء يهيئ هذا الكون الذي سيسخره لهذا الإنسان الثانية اللمعة الثانية خلق ثم خلق الإنسان من علق حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حينما يقول حافظوا على الصلوات رأى فيها الصلاة الوسطى ولا ما فيها في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيل وإذلك تتعرفون أن الله لما خلق الخلق كله وهيئ هذا الكون ثم بعد ذلك خلق هذا الإنسان ونفخ فيه من روحه ماذا قال الله وتعايد قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة اللطيف خليفة هذا من طين ويكون خليفة فتقول الملائكة أتشعل فيها أما يفسد فيها ويسك الدماء ونحن ونحن أي تشربوا عناق الملائكة لهذه المزية التي خص بهذه الإنسان دون خلقه فقل سبحانه أن يعلموا ما لا تعلمون ثم يعلموا الأسماء ثم يقول أعرض الأسماء عليهم فيعرضوا عليهم ثم يقول سجدوا لآدم سجودة كريم ثم بعد ذلك يقول الشيطان واسمه واسمه يقول يقول فأبى واستكبر وكان من الكافرين أمروا بالسجود لا ولذلك فكرامة هذا المخلوق على كل المخلوقات أمر بيّن وواضح في كتاب الله فهو سيد المخلوقات ولو لم يكن كذلك زيد لما أباح الله له الأرض وجعله خليفة واستعمره فيها واستخلفه فيها وخاطبه الله بالوحي وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وجعل الملائكة في خدمته هذا يجيب الشمس هذا يجيب الشتاء هذا يحسب له الأعمال هذا الله 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 كل المخلوقات في خدمة هذا الإنسان وإذنك جاء الخلق خلق الإنسان مركزا عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق مخلوقات كلها خلق الإنسان من علق الآن خلق الإنسان ما معنى خلق الإنسان من علق من مقصوده بالإنسان؟ من مقصوده بالإنسان؟ من مقصوده بالإنسان؟ ها؟ هل المقصود هو جنس الإنسان؟ أم المقصود هو أبو الإنسان آدم خلق الإنسان من علق ما المقصود المقصود هو جنس الإنسان الإنسان كل الناس فآدم فعلا خلق من طراب فنفخ الله فيه من روحه لكن جنس الإنسان حكمة الله اقتضت أن يتناسل الخلق عن طريق إن شاء الله تبارك وتعالى التزاوج بين الذكر والأنثى ثم يقع العلق الذي هو أصل الخلق كما ستذكر الآية إذن فخلق الإنسان الإنسان هو جنس الإنسان خلق كل الآدميين من علق آه إن شاء الله تبارك وتعالى أنت حينما تتدبر آيات الله في الكون فعليك أن تتدبرها من جهات ثلاثة من جهة أصلها من جهة نجات نجات الرجاء إذن أنت حينما تتدبر آية من آية الله أفلا يتدبرون أفلا يتذكرون وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها ومنها معرضون إذا أردت أن تتدبر آية في كتاب الله وخاصة آيات الكتاب المسطور تتدبرها من أي جهة من أي جهة من جهة أصلها ثانيا من جهة من جهة زيد زيد من جهة زيد عدمها عدمها والثالثة من جهة من جهة من جهة مخالفتها مخالفتها لو لم تكن كذلك فآيات الله تعالى حينما تتدبر زيد تتدبر من جهات ثلاث الآية وأصلها الآية وضدها الآية وعدمه فتفكر هذه النواحي الثلاثة الإنسان أصل وجوده الإنسان وعدمه الإنسان والصورة المخالفة له الله بش عارف الآية تصدر بسفره عز وجل في خلق الإنسان من يجب تهشي من كتاب الله أما قضية تدبر الآية في أصلها فهذه الآية تقول خلق الإنسان من علق أصله هلتا على الإنسان حين من الدهر لم يكو شيئا مذكورا إنا خلقنا لسان من نطفة لمشاش نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين من سلالة من طين لأنك في تلك الليلة حينما قيض الله تعالى أن تكون والدك مع والدتك اجتمعا ونال منها ما ينال الزوج من زوجته وكان قد أكلا في الليل فولا والفول أصله طراب فخرج من جملة هذه الحيوانات المنوية بالملايين خرجت انطلاقا من فول مما أكله الوالد في تلك الليلة أفرز هذه الحيوانات المنوية فماذا وقع فتنطلق الحيوانات المنوية بسرعة في الراحم في الراحم بسرعة بسرعة وهناك مبيض المبيض وإذا بأسرع حيوان منوية بعماصر قوة وإذا بالمبيض يفتح زين يفتح ثغرة فالثغرة ينفذ منها أسرع حيوان مبيض ثم يغلق ثم يغلق فلا يترك أحدا من الحيوانات الأخرى تدخل ثم هناك في المبيض يعلق بالبيضة فيقع الإخصاب فيقع فيظل هناك أسبوعان أو أكثر فتتضح رجل بويضة تخرج من الراحم ثم تذهب في عشرة أيام أو أكثر تتضحرج في كل يوم إلى الراحم ثم تلسق بجدار الراحم فإذا لسقت بجدار الراحم هذا هو العلقة وزموية العلقة وزموية وزموية العلقة وزموية العلقة هي دم جامد كالعلقة التي تكون في المياه أشت العلقة لا أشتها العلقة أشتها العلقة وزموية هي التي إذا أراد مثلا داب أن تشرب الماء وكان هناك العلق العلق هو جمع علقة العلق هو جمع علقة أي خلق الإنسان من علق أي الإنسان هو جنس الإنسان كل الناس مخلوقين بأن علق علقة فيجمع علق الناس مخلوقون من علق لو قال الإنسان أو للأخر يعني الفرض لقال علقة إذن فخلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة تنزيل في قرار مكين يعلق فخلق ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة تصير لحما كلحم مضغة بأسنان الإنسان مضغة ثم جعل بعد المضغة اسمه عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله وحصول الخالقين أليكسيس كاريل حينما كان يتابع المراحل التي يمر منها الجنين في بطن أمه وإذا به الله ولم يكن قرأ القرآن فتمر بهذه المراحل التي ذكرها المولى النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم يكسو العظام فإذا بلغ الأربعين الثالثة كما ورد في الحديث الشهر الرابع يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيتحرك فقال this is good this is good إنه الله إنه الله من ذا الذي نفخ فيه الروح فخالقناه واشي ما اسمه قالك انشأناه خلقا آخر ما معنا خلقا آخر أي دخل عليه زيد عنصر آخر وهي الروح في الأول كانت واسمه كان كان يخدم القالب كان المسألة كلها تتعلق بتكوين القالب هذا البدن الذي يكون وعاءا للروح فإذا أدرك الأربعين الثالثة ونفخه في الروح انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن خالقين إذن فأنت ترى إن شاء الله تبارك وتعالى أن أصل هذه الخلقة هنا من علق فتلسق العلقة بجدار الرحم كما تلسق العلقة ولا العلق بفم الدابة إذا شربت من ماء يكثر فيها العلق وإذا بالعلقة أيوة تأخذ مكانا بحيث تصمد في المكان الذي يمكنها من شرب الدم فلا تكاد تقتلعها معناها واسمه لاسق لاسق فهكذا تلك العلقة تلسق بالجدار فلا تسقط فالله من الذي سبحانه عزه حركها من المبيض إلى الرحم من سبحان الله من من الذي جعلها تلسق بجدار الرحم من الله لماذا لا تسقط هناك قدرة الله من الذي يوفر لها الغذاء من جدار الرحم الله تبدأ واسمه تبدأ في النمو والانقسام الخلايا باش لأنها أصبحت تتغذى من جدار الرحم وكلما كاب وكلما زاد غذاؤها حتى تتغذى بالحبل السري فتنحة من عظام الأم ويأتيها من الطعام هناك أية رعاية تلك التي حظيت هاته العلق من قبل الخالق يا ابن يا ابن يا ابن يا من يخاف على رزقه وهو يتحرك وعطاه الله عقلا واسخر له كل شيء كيف كان يأتيك الرزق وأنت عرق وفي ظلمة الأرحام ظلمات ثلاث كيف كنت تنمو وكيف كانت تأتيك احتياجاتك من الغذاء وليس لك يد تبتش ولا سن لك تقطع ولا رجل لك تبش ولا عقل لك يفكر الله ولذلك فإن الإنسان مطالب حينما يرى آيات الله أن يفكر فيها انطلاقا من أصلها أصلها يا أخي يقول تعالى فلينظر الإنسان مما خلقت معنى فلينظر عد وتفكر في أصلك يا من تتكبر أين خلقت أين عشت بماذا كنت تتغذى ولذلك تحضرني هذه الحكمة التي جرت على لسان سيدنا المهلب بن أبي صفرة حينما فتح الله عليه أرضا وإذا به يمشي متبخترا وسط الجنود وحق له أن يتبختر لأن هذه مشية يبغضها الله إلا حينما يجل الله عليك خيرا فتح الله على يدك مصرا ويخل على أيديك الكثير من الناس إلى الإسلام إذا كان الإنسان لا بد أن يفتخر فليفتخر بأثره في الإسلام ماذا قدم الإسلام فتح أراض أسلم الناس على يديه حق له أن يتبختر بين جيشه الظافر الناصر الذي نصر الإسلام لكن ومع ذلك لم يتركه العلماء الشخير مطرف بن عبد الله الشخير رضي الله عنه كان معه فقال يا رجل هذه مشية يبغضها الله قال لا تعرفني زمان أنا 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 حق لي أن أفتخر وأنا طب أختر في مشيتي لكن وجد عالما جند عادي يقول له إنها مشيات يبغض اتق الله يا رجل قال لا تعرفني قال عارفك وظن الأمير أنه سيقول أنت الأمير المهلب بن أبي صفر الفاتح نصرك الله رفع الله قدرك يا وحيد زمانه هكذا ينتظر فقال لا عرفتك قال إذن من أنا قال أولك نطفة مظرة رده إلى الأصل ستكبر أولك نطفة مظرة وآخرك جيفة قضرة إذا ميت تسارع الناس لكي يوار سوءتك قبل أن تنفجر فتملأ ريح الزمان نتانا ما أنت نريحك يا ابن آدم فإكرام الميت دفنه وأنت بين بين بدايتك ونهايتك تحمل في جوفك العذارة بين النطفة وبين الجيفة أنت تحمل في بطنك العذارة انظر إلى بطنك ماذا يحمل أمن كان كذك أصله يتكبر ويتبختر ويفتخر قال أبو بكر الصديق لذلك القائد حينما هدده قال يبنى كما ألا تتق الله وقد خرجت من مجرى البول مرتين شكو أنت يا زعمام شكو أنت يا زعمام تجبار قائد تفكر أنك خرجت من مجرى البول مرتين خرجت من مجرى بول الرجل في صورة حيوان منوي لا يرى بالعين المجردة مع منهين وخرجت في المرة الثانية من مجرى بول المرأة غلاما تأصرخ والناس من حولك يضحكون لا سن لك تقطع ولا يد لك تبطش ولا رجلك تمشي أمن كان حاله كذلك يتختر يتكبر عن الله لا يثني لله ظهرا لا يترب لله وجها يعظم المخلوقات وينسى الخالق نسيت الخالق من ماذا خلقك إن الله لما تحدث عن أصل الخلقة قال خلقناهم من ماء مهين لو أن الماء هذا الذي خلقت منه أصاب ثيابك لاستحييت أن تخرج وتبديه للناس لسترته حتى لا يراه الناس مماء حقير أنت خلقت مماء حقير فلماذا تتكبر لماذا تترفع عن الناس ما رياذ بالله أعوذ بالله لا عل ولا قوة إلا بالله ولذلك فالإنسان ينبغي دائما أن يتذكر هذا الأصل أن يتذكر كيف خلق أمين بخلق أين خلق أين عاش خلق من عذق إذا فلا بد أن تفك فاش 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 في قضية الأصل خلقت من علق فبدأ يتكاثر ثم مضغى ثم بعد ذلك عظاما أين هي إن شاء الله تبارك وتعالى كيف تتحول خلايا إلى قلب كيف خلق القلب الأصل تعالى كيف تجمع أية آلة هات التي تحركت لكي تعطيها هذا الشكل العين من أية خلقية خلقت من تلك المضغى الصغيرة والنطفة والحيوال كيف أصلها الأذن كيف جاءت سبحان الله وخلق لك سمع بهذه الأعضاء العجيبة الغريبة المصممة لهذا الكون بإطلاق بتوازن شديد كيف صارت لك قدمات الخلايا التي تحولت إلى قدمين من من الذي أمرهم حتى تتجمع في هذا الشكل فتتحرك بها هذه الخلية بهذه الخلايا كيف استطاعت أن تتجمع لكي تعطيك هذه النعمة التي تتحرك في كل اتجاه هذه الأظهار ما هي الخلايا التي تحركت لكي تعطيك هذه الأظهار لكي تقوم بأعمال لا تقوم بها إلا الأظهار هذا البطل وما فيه في الداخل من أمعاء ومعامل معقدة لكي تقوم بالهضم والإفرازات ومعامل كبير جدا أي خلايا هاتف العالقة التي تحركت بأمر من حتى تجمعت وعطت هذه المعامل التي إذا تدبرها الإنسان يقول سبحان الله هذه الرئتين كيف تجمعت ومن أين أتت تلك الخلايا لكي تعطي هذا النوع من الخلق لكي يؤدي هذه الوظيفة والله إنه لا أمر عجب وفي أنفسكم أفلا تمصرون الله ويجي سيدي يجي سيدي يقول لك ناس يقول لك يقول لك هذا كون ما عندوش خالق الملحدة الملحدة لا حوله ولا قوته إلا بالله سبحانك يا من تمصط على بصائر وقلوب كثير ممن لا خلاق لهم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب إذن فتدبر هذا الأصل من أين جاء ثم بعد ذلك أنت حينما تقرأوا الآية وتدبرها تدبرها زيد ماش الثانية من الأصل ثانية زيد الثانية واسمه الثانية الثانية واسمه الخلاف إن شاء الله تبارك وتعالى الخلاف من عن الخلاف يقول تعالى قولا رأيت من جعل عليكم الليلة صرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم زيد بيوم بليك النهار يأتي بضياء بضياء شو تخيلوا أن الليلة دائما 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 كيل وما كاش قعد ضياء كيف ستكون الحياة ستستحيل تخيل يعني هذا الرض تخيل لو أن النهار كان صرمدا من يعطيكم بليل تسكنون فيه غشت غس شمش غس شمش كدير هالحياة قعد نست موهل قعد نست مرض إذن هذا أصل أي حينما تتدبر الآية تتدبرها بخلافها أيضا تخيل ها هو الإنسان خلق من أصل ما اسم هو العلقة تفكرني الآن في الجهة الثانية تخيل لو أن العين خلقت هنا كيف ستكون الوظيفة كل شيء في مكان تخيل هذا الخلق هذا الخلق هكذا وحاول في فكرك أن تستحذر صورة معاكسة حاول أن تدخل تغييرا بسيطا في خلق الله كيف سيكون سيبدو في صورة مضحكة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدنك في أي صورة ما شاء أركبك كلا بل تكذبون بالدين الذي لا ينظر إليه ويعرف هذا النظام صنع الله الذي أتقن كل شي إذا جهلت هذا النظام سيكون مكذبا للدين لا عبث لا عبث لا عبث ما كاش لعبث ما كاش لعبث بسم الله الرحمن هل سنقرأ هذه اللي سنفسرها مور هذه اسمها اللي مورها اسمها والتين والزيتون وطورسين وهذا البلد لمين لقد خلقنا نيسان نزيد في أركز أركز أحسن يعني لو فكرت في الحسن كل فإنك لن تستطيع أن تأتي بأحسن هذا الخلق الدب كده 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 التسوية الكاملة بنادي ما مخلوقش تمشيها كده على الأربعة ما مخلوقش يزحفو على بطنة تخيل لك أن بنادي محتوي زحفو على بطنة تخيل بنادي ملوك أن احتوي زحفو على بطنة ربي 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 تخيل لك النيف ولا لسان جاي لك بجيت الرجلين كده كده لا تخيل لك العنجلك في الكرش تخيل معي الصورة المعاكسة لهذه الآية آية خلق الإنسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر في وسط السماء لا تتحرك ربي كده الكون هذا تخيل معي أن الظلمة تسدل على الكون كله فلا تتحرك فتبقى في ظلام دامس إلى يوم القيامة تخيل العكس لك لأن النمرود حينما حاججه إبراهيم قال إن الله آتي بالشمس من المشيخ فآتي بي من المغرب يلا فبثت الذي كفر فبهت الذي كفر لأنه لا تستطيع أن تتصور نظاما غير هذا النظام فلو أردت أن تحدث في النظام تغييرا ولو بسيطا أعطاك فوضى أعطاك فوضى فسبحان الذي خلق كل شيء وأحسن كل شيء حينما وبدأ خلق الإنسان من طين إذن هذه التدبر في الناحية الثانية للآية آية الخلق وهي ما يعاكسها تدبر في الآية بما يخالفها الثالثة وهي واسمو تدبر حينما واسمو بفقدانها وعدمها قال تعالى في كتاب الله قول رائت من صبح ماءكم غورا يكبكش الماء فمن يأتيكم بماء معي تخيل هالدنيا بلا ماء هل تتخيل أن الحياة تكون بلا ماء واجعلنا من الماء يزيد كل شيء تخيل الحياة بدون ماء تخيل وجد ما كشف هالما ربي يا ربي يا ربي أين تقضي حاجتك لو امتلأت بيوت الناس والعياذ بالله بالعذرة لو امتلأت والعياذ بالله برائحة منتنة تستحيل مع الحياة تخيل معي مدينة عظيمة فيها 40 مليون ولا 50 حال شنغهاي ما فيها شلمة ربي 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 تخيل أن الشمس ما كيناش كيف سيعيس الناس بدون الشمس بابا بابا تخيل لو أن الغذاء ما كاش تخيل إذن يعني حاول أن تتخيل أن أمرا من الأمور التي أوجدها الله لم يوجدها تخيل أن الإنسان خلقه بدون عينين قضية الألوان بالنسبة له لا يعرفها قضية نظر إلى الآيات انظروا ما بقى لا حتى معنا تخيل ما يعطيش الله العينين تخيل لا يعطيك الأذوني كيف يكون الأصم كيف يتعامل مع هذه الأصوات لا يعرفها تخيل أنه لم يعطيك قدمين وانظر إلى رجل لم يعطى القدم كيف يتحرك آه رب يا رب تخيل معي أن اليدين ما تطعت وهكذا وهكذا فإن الإنسان يتفكر دائما في مسألة العدم أيضا وهو ما يضاد الآص إذن فالآيات كل آية من آيات الله الله تعالى يريدك أن تتدبرها وعبادة التفكر والتدبر عبادة قليلة جدا لا يقوم بها إلا النزل القليل مع أن القرآن أمر الناس أن يتفكروا ويتدبروا حتى كتب العقاد كتابا تحت عنوان واسمه عبادة التفكير أو فريضة التفكير يعني أن التفكر هي فريضة افترضها الله على العباد تفكر حتى لا تكون بليد الحس كم من آيات تحتاج إلى أن تتدبرها لأنك لو لم تتدبر الآيات لما وقفت على هذه السنن العظيمة لما وقفت على هذا النظام البديع لما عرفت الله تعالى بصفة المبدع البديع بصفة الجمال والجلال والكمال كل ذلك بالتدبر في آيات الله المصطورة كل ذلك تشير إليه قوله تعالى خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق فالله تبارك وتعالى هذا الإنسان العظيم المفكر هذا الإنسان المتدبر هذا الإنسان الذي يتزوج ويلد ويبني كل هذه الحضارات أصلهم منين من هالق كل هذه زيد الحضارات العظيمة المدن الكبيرة شبكات الري والفلاح المتقدمة شبكات نتعى الكهرباء التي تضيء المدن هذه المنجزات من هذا العلق انظر إلى هذه العلقة ماذا أعطتنا في الواقع أعطتنا إنسانا عظيما مخلوقا مكرما أراده الله أن يكون خليفة له في الأرض استعمره ليبني حضارة الله أكبر شوف يعني هذا كل هذا الذي ترونه من حضارة الأصل تعوى هذه العلقة خلق الإنسان من علق يا الله الآن إن شاء الله اللمعة الثالثة إذا قرأتم هذه لايا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ما هو المقصود إن شاء الله المراد التوصل إليه وأنت تتفكر في الخلق كله وتتفكر في خلق الإنسان ما هو المقصود الذي تروم الوصول إليه قل لأخويا الله رحمة الوالدين لماذا عليك أن تتدبر الخلق وأن تتدبر أصل خلق الإنسان عليك تعريف قدرة الله مزيان وزم أخر أخويا عليك زيد لأن القراءة في آيات الكتاب المسطور زيد تعرف كشكون إذا أردت أن تعرف زيد أيها زيد أمر أمر الآمر فلن تعظم أمر الآمر إلا إذا عظمت الآمر نعاول لكم هاشي أنت لا يمكن أن تنفذ أمر سيد إلا إذا كنت تعرف زيد قدر السيد إلا كالمالك ودار واحد الظهير ولا واحد المرسوم ولا قرار سيطبق أو لا يطبق واش يطبق يطبق زيد يطبق على على قدر قوته وسلطانه إذا كان ضعيفا وكانت سلطته مكهورة وكان فقط 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 ظل ولا صورة فقط الناس زيد لا يأبهون لقراراته مالك ضعيف رئيس ضعيف الوالد في الدار مع وليدته ضعيف كي يلعبوا الوليدات دياله ما يحتار مغش يتعاملون مع قرارات هذا الإنسان الضعيف زيد لا يأبهون لا ولدك إلا ما يديه شيء يقول له روح يجيبك يقول لك مع أنا مش يعيش صحيح نيش هنا الصحيح كانوا يعرفوا شكو أنت ها ويعرفوا القدر ديالك وأنك إذا قلت شيء أنفذته وأن أمرك نافذ إلى أمر توسمه ينفذه علاش ينفذه لأنه يعرف قدر الآمر فأنت لا تعظم الأمر إلا إذا عظمت الآمر فكيف تعظم الآمر إذا عرفت ولذلك فإن القرآن آياته في الكون هي التي تمثل الأغلبية في القرآن الآيات المبثوثة في الكون تمثل تقريبا شحال شحال ثلث القرآن إلى 6 ألف أنت على الآيات آلفين آية كلها تتكلم عن الآيات الكونية الله يقولك ها هو الكون الذي خلقته تفكروا في الكون لتعرفوا عظمة المكون تفكروا في الخلق لتعرفوا عظمة الخالق تفكروا في العمر لتعرفوا عظمة الامر فاذا عظمتم الامر عظمتم امره اذا قال لكم صلوا صليتم لانكم تعرفون قدرها وليك وليك ستدر بيقول وما قدر الله حق قدره لو قدر الله حق قدره لقدروا امره ولكنهم لم يقدروه ولم يعرفوا قدره قال لك واحد الملك خلقوا الله تبارك ما بين الشيحمن تعالي وذن حتى اللي كتف مسيرة سبعين عاما من هنا ل هنا قال من اللي خلق الله تعالى وهو يقول سبحانك ربي ما اعظمك فيقول الله له ولكن بنوا ادم خلقي خلقين غيمة ونص يقسمون باسمي كذبا في الاسواق ما عارف ايش حقي يقولوا الله ما اعطاولي قدره هو ما اعطاولوه عن ظل الله ما كبه حيوان هلو يكون كانوا يعرفوا القدر دي المولانة ايقسموا احدا باسمه ليأكل اموال الناس الله اذن ما هو المقصود اذن من معرفة ان شاء الله تعالى هذا الخلق وتدبره لا في الكون ولا في الاسواق اسم هو ان تعرف عظمة الخالق لماذا تريد ان تعرف عظمة الخالق لتعظيم امر الخالق اقرأ باسم ربك الذي خلق جمع الله فيها الخلق والامر واسم هو الخلق واسم هو الخلق ايو وزيد الذي خلق خلق هذا مر والامر فره يقول ليه الامر فره يقول ليه الامر فره ما ايه اقرأ فبدأ بالامر قبل الخلق الا له الخلق والامر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من العلق حتى القراءة حتى امر الله كان سابقا وهذا امر الله تعالى للمخلوق متوجه الى ماذا لمعرفة الخلق وللتدبر في الخلق لمعرفة عظمة الخالق اذا امرك الخالق لأمر الأول ان تقرأ ايات كتاب الله المسطور وهو الطريق لمعرفة قدر خالق حتى تعظم الامر اقرأ على شمال يسمى الاشي يقرأ لماذا لم تنفذ اول امر صدع الله به اذان الخلق اقرأ على شمال يقرأ على شمال يقرأ لانهم ما قدروا الله حق قدره وعلى شمال يقدروا الله حق قدره لانهم لم يتفكروا في قضية الخلق لماذا لانهم عصوا امر الله الاول وهو ان يقرأوا الكتاب المسطور وهو التدبر في ايات الله المبثوثة في الكون الله الله فاول اية نزلت من القرآن من اسمه واسمه فيها واسمه فيها زيد واسمه فيها زيد واسمه اياه اخي ما معنى هذي يقرأ زيد يعرف الخالق بمعرفة الخلق ومعرفة نفسك تدبر في الخلق وفي نفسك لتعرف عظمة من خلق الكون وخلقك يا ربي اعنى عندو خلق الان كاي الي يقولك على الكون ما عنده خالق خلقه راسه ما عمشو الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر إذن هذا واسم هو كنقول لهذا المسألة خليه خلت في الآية واسموية واسموية معرفة الخالق زيد عن طريق خلقه زيد ومن عرف الخالق عن طريق خلقه عرف الخالق زيد واسموه وقعله واسموه جيبها إن شاء الله تبارك وتعالى مع آخر آية زيد لا تطح زيد هذا الذي قال لك واسموه قال لك سجد فمن عرف عظمة الخالق خضع للخالق وسجد فلا يطع كل من لا يعرفون الخالق وينهونك عن السجود لأنك حينما ترى نعم الله التي خلقها الله لك وجعلك خليفة ماذا تستشعر كأن قلبك زيد زيد تقع عليه النعم التي تثقله كاهله حتى يسجد بين يدي الله يحشم بسيطة ربي يحشم بسيطة ربي به الخالق هذا النعم قال لي يعطي له بسيطة ربي يحشم فإذا بالقلب يستحي زيد ويزيد النعم يستحي ويزيد النعم يستحي حتى يسجد القلب قال عبد الله بن سهل تستري لخاله محمد بن سوار يا خالي يا خالي شعرت أن قلبي قد سجد فهل للقلب من سجود قال أو شعرت بأن قلبك سجد قال نعم قال نعم يا ابن أختي إن للقلب سجود إذا سجد لا يرفع من سجوده أبدا احنا احتصل اللي تركعها وتسجدها وانت لا تعرف الخالق تسجده عقلك وقلبك فيه في محراب الدنيا وكأنك تحمله حملا بسيطة عليه ما تفكرش من الذي أوجدك من الذي يعطاك إن شاء الله تبارك وتعالى هذا القوام هذا هذا الرشاقة هذا الوجه هذا أحسن من خلق هذا تسخر الذي سخر لك السماوات والأرض وما فيها أنتا ليك يا ابن أدميك على الرأس أنتا كنتش يسخره لك أنتا أنتا قعب تفكر في هذا شي ألا تسجد له سجد فمن عرف الخالق وقدره سجد القلب لتمليه جلال الله وكماله في خلقه وعظيم آلائه المنهمرة عليه اذكروا نعمة الله عليكم نعم نعمة الخلق النعمة الأولى هي نعمة الخلق الله ثانيا الذي لم يعرف الخالق ولم يقرأ في هذا الكتاب المسطور ليعرف عظمة الخالق زيد واسموه دير من بورها واسموه يا مورها واسموه زيد كله إن الإنسان الله يأتخذ هذا اللي معاش الخالق واسموه غادي دير واسموه غادي دير بدل أن يستعمل نعم الله التي خلقها الله لا ويستثمرها في مزيد عبادة الله تعالى هو يطغى بها ويشعر كأنه زيد دياله إنما أوتي تعلم عندي أنا خير منه أنا أكثر من المعزون أنا 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 ما شكو أنت خلق الله لك كل شيء لكي تكون إن شاء الله تبارك وتعبد الله وقد سخر لك كل شيء وإذا جاءت الآية مورها كلا إن الإنسان ليابه لأنه ما عرف الله حقا ليعرف باللي مخلوق بالعلاقة وخارج من مجرى بولي مرتين يطغى يتجاوز الحد يتكبر على الخالق يتكبر على الخالق أهوذ بالله اللي فهم هذه الآية فهم الصورة كلها فهم الصورة كلها فهم الصورة كلها ولذلك سيدة ربس بحنه عز وجل لماذا اختار لنا الفاتحة وقالنا ما هي أعظم صورة في القرآن؟ نعطيك محتل السؤال ما هي أعظم آية في القرآن؟ أعظم آية في القرآن ما اسم هي؟ باش بدت الفاتحة باش؟ التي اختارها الله لصلاة هاي عنوان العبادة وصلة العبد بلا لا تتم إلا بأعظم صورة وي الفاتحة باش تبدي الفاتحة؟ الحمد لله ما معنا الحمد لله؟ ما معنا الحمد لله؟ لكثرة استشعارك بهطول نعم الله عليك نعمة زيد الإيجاد والإمداد والإرشاد ضغطت على قلبك حتى لم يعد الجسد يصبر على تحملها فيخر لله صدق لا تعبير عن شكر الله للنعم إلا بهذه الوضعية هذه الشيطان ما بغش أبا وسط أكبر الله فاسجد لا تطحوا وسجد وسجد نكملكم هذا اللماء إن شاء الله باش بدت الآية باش يقرأ وكملت واسمه سجد وقت بدت باش يقرأ باش كملت من قرأ ولم تؤثر القراءة فيه ولم تثمر سجودا وقربا من الله فلا قرأ قرأت ولي بتكبر وتكون عباد الله قرأت ولي انت بعيد على ربي سمع الأهات الطلبة اللي لك وتقرأ السمع هذا الطلب يقول لك تقرأ وما وصلتش للقراءة لهذه المسألة انت على السجود وانت على العبادة عربة ووحيد الله ما قرأتش وخا قرأت ما قرأتش نديرها بواحد طريقة أخرى أول آية نزلتوا اسمه هي اقرأ وآخر آية نزلتوا اسمه هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت يعني أول حاجة اقرأ والتالي في انت وصلك تقوى الله وجوهر تقوى اسمه السجود هذه مسيرة الانسان في الأرض هذا هو الطريق المستقيم اقرأ تقوى الله اقرأ سجود هذه المرة القادمة إن شاء الله إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء نعيش مع قوله تعالى القراءة الثانية ما نشوف الآيات نتعال كون غالي يجي اقرأ وربك الأكرم الذي علم الله